هل متوقع أن القائمة الرابعة تبقى بالمئات برضو ولا عشرات؟ لغاية اللحظة دي ما اتضحتش احنا لسه في خضم الاعداد ليها لكن نتمنى أنه السنة اللي احنا واخدنا حتى زي اللحظة بأنه كل قائمة بتصدر بتكون أكبر من اللي قبلها نتمنى إن شاء الله أنها تكون أكبر احنا بنحاول على قد ما نقدر وده يعني توجيه رئيس الجمهورية نفسه لما يعني قال إنه أنا أتمنى إنه ما يبقاش شخص واحد خلف أسوار السجون ومن الممكن أن يأخذ فرصة أن يخرج ويعود للحياة وفق المعايير اللي احنا حطنا الاستجابة بتبقى من آخر الخط هو رئاسة جمهورية يعني آخر جهة هي رئاسة جمهورية الاستجابة من رئاسة جمهورية وفقا للأسماء بتبقى نسبتها دي تقريبا يعني أنت لو قدمت مئة اسم بتلاقي إنه الشمال هم قرار لعفو نسبتهم بيبقى لغاية دلوقتي تقريبا ما فيش حاجة استبعية هتخلص إحنا أرسلناها لمؤسسة الرئاسة يعني تبعدت تلتمية اسم مثلا تلتمية وستين اسم كتب تقار كتب تقار هم اللي أقروا كل مرة كان نسبة المية في المية كل مرة نسبة مية في المية إلا مرة الأولى لما استبعد اسم أحمد نيجي لأنه طبعا متعلق بوضع قانوني إنه هو اتقبل النقطة بتاعه إنما ما فيش أي حالة تانية تم استثناءها أو ترفضت وعشان كده بنحاول كمان إن إحنا من الناحية القانونية إحنا كمان نشتغل على إنه نتأكد إن كل الحالات دي يكون من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار عفو بشأنها وزي ما قال الرئيس في الجلسة الأولى من المنتدى إنه يعني هو بيستخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن علاج الشباب وأي قايمة بتجيله من اللجنة هو بيوقع عليها فورا وديه الطريقة للرئيس بتعامل فيها مع عمل اللجنة ومن اللحظة الأولى قال لنا اتعامله بيعني اشتغله بمنتهى الأريحية ما فيش أي قيود وما فيش أي أنتو كان عندكم قايمة في يناير 16 وبعد كده 17 كان فيه 2 في 17 وفيه 2 في 17 متوقع أن القايمة دي قبل آخر السنة دي احنا بتنفع شهر دي يا رب أتمنى إن شاء الله هل عندك أفق ما فيش لسه أفق زمني معين وبس لو قلنا على أفق زمني لازم نلتزم به فيعني إن شاء الله من خلال تكسيف اجتماعاتنا خلال الفترة الجاية يبدأ يظهر أفق زمني وعددي للقايمة المقبلة تبقى 2017 صاحبت 3 قوائم على الألم يا رب إن شاء الله نتمنى